نبدأ بك وبنتكلم على الاحتفال بمرور مئة سنة على دخول المرأة المصرية للمجال العام عايز نعرف دلالات هذه السنوات أهم المنجزات والمكتسبات وإزاي فرقت في تشكيلة المجتمع اتخذ القرار شكل المجتمع المصري بشكل عام لو نتكلم عن مئة سنة فهي مئة سنة من النضاء للمرأة المصرية لكي تتبوأ الحقيقة مكانة مهمة المرأة المصرية رائدة في المنطقة ويمكن رائدة في العالم لأنها تجارب مهمة جدا للمرأة المصرية سواء في التعليم أو في القيادة أو في تطوير المجتمع ودائما أبدا قضية المرأة مرتبطة بقضية المجتمع ككل إذا تطور المجتمع تتراجع فكرة المطالب اللي ممكن تكون مطالب خاصة لأنه كلما نضج المجتمع وتطور وتقدم كلما حصلت المرأة على حقوقها كلما حصل المواطن عموما على حقوقه سواء كان رجل أو سد في السنوات الأخيرة شفنا الحقيقة نقلات كبيرة جدا حصلت في مجالات عديدة منها المجال السياسي ممكن نشوف في البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشوخ عدد ما كانش موجود قبل كده في البرلمانات لا اللي قبل 25 يناير ولا حتى اللي قبل 52 قبل كده فكروا في الكوتا يعني عشان يبقى تنستيق المتوازن هي طبعا الكوتا هو نقدر نقول التمييز الإيجابي ساعات لأنك بتبقى مضرله في ظروف معينة لكن ده مع الوقت بيخلق نوع من أنواع التدور بيخلي المجتمع قادر على أنه يفرز الأشخاص مش جنسهم إيه يعني هو امرأة أو رجل أو من قبيلة أو من كذا ده مع النطج السياسي بتدور عشان تقدر تخلق ده لازم تخلق حضور قوي للمرأة وده اللي عملته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة يعني ده بيتواكب مع فترات التحول السياسي طبعا الفترة الأخيرة الحضور للمرأة قوي القوانين اللي اتعاملت من أجل أن تحصل على حقوقها بشكل كبير ده مهمة جدا وفاعلة ده بيخلق تدور وبيخلق اعتراف مجتمعي أكتر منه يعني الاعتراف السياسي موجود لكن الاعتراف المجتمعي هو المهم عشان نقدر نقول أنه لما امرأة تنزل انتخابات ما يبقاش تقييمة على أنها امرأة وإنما على أنها كفاءة على أنها تصلح لهذا المكان أو لا تصلح زي ما غيرها اللي يقصدها سواء رجل برضو أو سيت يصلح أو لا يصلح تقييم هنا بيبقى بالجودة ومن كفاءة تقييمة تحول إلى لكن المرحلة ضرورية مرحلة أن يبقى عندك الكوتة أو ما يشبه الكوتة في مناصب أو في اختيارات ده ضروري عشان الحقيقة تقدر المرأة يبقى لها حضور قوي في مجالات كتيرة جدا وتظهر مدى كفاءتها والمرأة المصرية الحقيقة تجاربها عبر تاريخ تجارب مهمة جدا وتجارب ناجحة جدا نعم ترجمة نانسي قنقر